شعب مصر الكريم إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلي القدير دار جعثا عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين وهنا أتوجه بالحديث إلى كل المصريين لكل رجل مصري وسيدة المصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم أنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأكد لكم أن شغل الشاغل والأولية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام وفي الختام أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمنا لبقاء الوطن وحمايته نشد على آياد أسرهم ونقول لهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحه لأجله وسنعمل جميعا على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجا فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه أشكركم ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته